إلى ذلك أكد الفريق الحكومي المعني بملف المحتجزين استعداده الانخراط في الاجتماعات الخاصة بملف المحتجزين المقررة بموعدها المحدد بهدف إنهاء معاناة ألف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قصرا في سجون الحوثيين وضع الفريق الحكومي في بيان له الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواصلة جهودهم وإلزام الحوثيين الوفاء بتعهداتهم المعلنة بموجب اتفاق ستوك هولم والاجتماعات التنفيذية لعمليات التبادل بين الجانبين دون قيد أو شرط وجدد الفريق الحكومي التزامه تام بالمضي قدما من أجل تصفير السجون وإغلاق هذا الملف الإنساني وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل